دي تاخدني بقى معلش الشخص العادي اللي لسه مش مريض كيف يتجنب هذا القدر في حياته العادية هتسمح لي عشرين ثانية كده في كلمة مهمة يتكلموا عن الطب دلوقتي البرفينتيف منسن طب الوقائي ده بيعتبروه هو ده هدف الطب أساس قدش القصة في نحن نعالج نمنع ديما في الطب الناس يقول اللي هياخد جازة نوبل في الطب نفسي قريب الذي يستطيع أن يجد مدخل للتداري الأمراض كيميائيا أخد حباية زي الفكسين عشان ميجريش المرض خيال والطموح والعلمة طموح واسع طاقش مالوش آخر لكن ممكن تكون فاحنا نتكلم على الأساليب السلوكية لتجنب القلق أبسط حاجة هضرب مثال في قصة كده هتوضح الناس كتير قابل قابلتني مشكلة احنا العلم بتاع البروبلم سولفينج المشكلة ده علم وشابط الكلام بجرد يستوى واحد لكن أنا أبسطها أبسطها لي نحنا كالناس عاديين عاديين في البيت أو في الدار زي بقى بلغة الحكيم كويس في دارك القصة كلها في بيتك أنت قبلتك مشكلة لازم على طول تتعلم أن أنت يكون عندك الفلتر أو المصفى بتاعت المشكلة دي ألف ولا بيت إيه ألفه بيت ألف مشكلة لو بزلت فيها جهد وطاقة واستعنت وعملتها تتحل ممكن لكن في مشاكل غير قابلة حتمية سموها الحتميات أول ما ألاقي مشكلة من دول ما تعبش نفسي وتوتر عشانها دي أصبحت حتمية كويس هذه الحتمية الجو حر خلاص الجو حر خلاص كويس عندك مكيف ولا عبا عندكش خلاص يبقى خلاص إيه وبين فيهاش مشكلة لكن إن أنا ممكن أتحيل مثلا ابني ما بيسمعش الكلام أتحيل بأعمل إيه واشوفه ديه وادخله ما أتخل يبقى مجرد تصنيف المشاكل في إن أنا أبذل فيها جهد واستعين بصديقه واستعين بكذا بيبتدي أول مرحب يعني قدرتنا على الفصل ما بين اللي تحت إرادتنا عشان من مجرد جهد الطاقة فيه خصوصا إن إحنا مع التوتر بل نستخدم الطاقة اللي ربنا خلقنا بها في حاجة اسمها الطاقة النفسية اسمها كلمة لبي دو فيلمة لبي دو بيسوق استخدامها أحيانا للطاقة الجنسية لا وهو فرويد سامحها والله بكل ما بمعليه أثر جميل لكن هو اللي وجهنا اللي بي دو دي طاقة نفسية عمتا منعيش بها حياتنا ونتكيف ونتراض وتساعدنا بس لما استهلكها كتير قوي تنفس ولما تنفس في تلك الأمراض تي يبقى أنا واحدة منه عشان تجنب من استهلكي إيه الرسورس بقى إيه المصدر نستعين بيه الطاقة دي إيه محط البنزين بتاعتي اللي هروح عشان أخد فيها شفاة طاقة أفاول طاقة نفسية أبسطها اللي احنا بنسميه التنفيذ أو الريدريش نتكلم مع حد إنه ما شيلش في قلبي ما كتمش حاجة جوايا إننا المشاكل اللي عم تألفه بيه ما شلهاش بقى فقطت القرار وقفل عليها وافضل محافظة لا أنا قبتلي أول بقى لأ أصربها واشلها ورحمة تربنا أما كلمة كلمة نسيان إنه النسيان من إنسان لدي رحمة كبيرة بلعمة أشكال رحمة واسعت كل شيء دي عم سطف كده أتناسى قد مقدر يعني في كلمة يقولك نحتاجه إلى أسلة مهملات لنلقي فيها يوميا زي الكمبيوتر كده وزي الإيميل الجانك بشيله ورحكي كده خلاص لازم لازم أجي آخر اليوم أصفي قصة كلها يعني في رأيي آخر خمس زائف اليوم أما تنمى على طول دول مهمين مهمين جدا لو استخدمتهم لعملية التنقية والكدير نزولها ترتاح قوي يعني فيها لا تنامنى إلا وأنت خالي البال قد ما تقدر يا صابق وزمناءنا في الترباط النوم بيحكولنا أنا مشكلة النوم النساء ما بتيجي تنمي تجيب كل اليوم